موسيقى إلى فرنسا أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية والرئيس الحالي إمانويل ماكرون يراقب السباق المحتدم يمينا ويسارا والذي غالبا ما سيحدد منافسه القادم الرجل لم يعلم رسميا عن ترشحه ورغم ذلك تبقى حضوضه عالية لقضاء ولاية ثانية في الإليزي يتبقى سوى 70 يوما على موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ومع ذلك لم يحسم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حتى اللحظة أمر ترشحه بصفة رسمية للرئاسيات غير أن المعترك الانتخابي يحتدم في الأثناء في ظل دخول المرشح عن اليمين المتطرف إيريك زيمور إلى السباق منتزعا الأضواء من مارين لوبان المرشح التقليدية عن هذا التيار السياسي سأضع حدا لتدفق المهاجرين على الفور انطلاقا من الأسابيع الأولى لولايتي الهجرة الصفرية ستصبح هدفا واضحا لسياستنا وأرغب في الحد من منح حق اللجوء وسيقتصر على فئة قليلة من الناس أمام صعود اليمين الشعبوي يسعى اليمين التقليدي إلى التموقع من جديد على الخارطة السياسية من خلال فاليري بيكريس الوزير السابقة وأول امرأة تفوز بترشيح اليمين للرئاسيات بيني وبين ماكرون أكثر من اختلاف هوس ماكرون هو إعجاب الناس ولدي شغف واحد هو الأفعال في المقابل لا تزال أحزاب اليسار خاصة الحزب الاشتراكي والأحزاب البيئية تواجه صعوبات في توحيد صفوفها في ظل كثرة المرشحين ورفض عدد منهم الخضوع لانتخابات أولية تفضي إلى تقديم مرشح واحد ببرنامج موحد نقولها ونكررها مرة أخرى فرنسا ليست اليمين المتطرف فرنسا هي الرعاية الاجتماعية هي الصحة العمومية هي التحرر هي التعليم والبحث هي التشارك هذا وسيحدد المجلس الدستوري القائم النهائي للمرشحين في أجل أقصى الثامن عشر من مارس المقبل أظهر استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الناخبين ستتحدد اختياراتهم حسب محورين اثنين المقدرة الشرائية والرعاية الاجتماعية والأمن والهجرة أما الجزء الآخر ستتحدد خياراتهم حسب أسماء المرشحين وانتماءاتهم سيرنا العمار لقناة الإخبارية باريس من باريس انضم لنا الكاتب والبحث السياسي الأستاذ مصطفى الطوصي أهلا بك سيد مصطفى ماذا عن أولا التجمع الوطني اليميني الفرنسي مارين لوبان الانشقاقات داخل عائلتها أو الخلافات ابنة أختها وأيضا والد مارين الذي خلفته على رئاسة الحزب إلى أي مدى قد تقلل من فرصها في الفوز برأيه في الانتقابات نعم هذه محنة كبيرة تعيشها مارين لوبان أي قونة اليمين المتطرف تحت ضغط منافسها إيريك زيمور لأن هناك عدة شخصيات كانت تساند مارين لوبان والآن اختارت أن تلتحق بإيريك زيمور وتوجه ضربة موجعة لمصداقية مارين لوبان حول قدرتها على التأهل للدورة الثانية والفوز بقصر الإليزي إذن هناك في الأوساط المحيطة بمارين لوبان من يعتقد بأن ليس لديها أي حضود للتأهل للدورة الثانية وأن ربما الأمال اليمين المتطرف يحملها حاليا إيريك زيمور لذلك هناك نوع من الهرولة تجاه إيريك زيمور لمحاولة المشاركة في هذا النصر المحتمل في الرئاسيات المقبلة وهذه ضربة بالفعل لمصداقية مارين لوبان ولقدرتها على التأهل للدورة الثانية طيب يقال بأن ماريون ماريشال قريبة عقائديا من زيمور وبالتالي البعد الديني حاضر لدى اليمين هنا وسيؤثر على الأصوات والانتخاب لكن فرنسا ترفض السماح للباقين بأن يمارسوا معتقداتهم الدينية بحرية أو أن يكون لها أثر على السياسة كيف نفهم ذلك؟ نعم ماريون ماريشال وهي إحدى قريبات مارين لوبان كانت منذ بداية هذه المغامرة الرئاسية لمارين لوبان كانت تأخذ مسافة من برنامجها السياسي من مواقفها من قناعتها كانت تتهمها بأنها أقل تطرف في بعض القضايا بما في ذلك العلاقة مع الدين لذلك هي منذ أن ظهرت على الساحة السياسية والجميع كان يقول بأنها لن تلتحق بمارين لوبان وكان البعض يرشحها على أن تقدم هي ترشحها أما بخصوص العلاقة مع الدين لا ننسى بأن نحن نعيش في بيئة مسيحية إذن الأحزاب التي تندد بالممارسات الدينية هي تعتقد بأن ذلك أجنب على البيئة المسيحية وهنا الاتهامات والانتقادات كلها موجهة إلى الجالية العربية المسلمة والإسلام المتهم بأنه يهيأ أو يكون بأحاضنة للفكر المتطرف أما البيئة المسيحية فهناك تعايش سلمي بينها وبين الأحزاب ولا أحد صراحة ينتقد أشخاص أو شخصيات إذا عبرت عن قناعتها الدينية مدامت هي قناعات مسيحية وهنا الفرق بين الدين المسيحي الذي هو يؤثر المجتمع الفرنسي والدين الإسلامي الذي يعتبر دخيلا على هذا الفضاء الفرنسي ماذا عن الحريات في بلد الحريات؟ إذا كان إريك زامور نشر برنامجه بخصوص الدين الإسلامي تحديدا حضر لارتداء جميع الألبسة الدينية التي تحمل رموزا منها الحجاب وأيضا هو تحدث عن منع إطلاق اسم محمد بين قوسين على أي موليد جدد وسيضع قواعد للأسماء التي تطلق على أطفال المسلمين لا حريات في بلد الحريات لماذا؟ نعم هذه المواقف المتترفة التي عبر عنها إريك زامور لا تعني غالبية الفرنسيين يجب أن نقر بأن هذه لا زالت حتى الساعة عقيدة أقلية متطرفة حاقدة على الأجانب وتحمل الكزينوفوبية في فكرها المجتمع الفرنسي ونرى ذلك عن طريق اليسار وعن طريق اليمين التقليدي يرفض هذه المقاربة العنصرية الحاقدة على العرب والمسلمين لأنه يعتقد أنها متنافية مع قيم الجمهورية لذلك لا يجب علينا أن نعطي الانطباع بأن ما يقوله إريك زامور هو الفكر المهيم والمسيطر على المجتمع الفرنسي أليس هناك أصوات وسط العرب المقيمين الآن في فرنسا بأنه عليكم أن ترحلوا من فرنسا إذا فاز زامور؟ باختصار نعم نجد ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي هناك من يستثمر في مثل هذه القضايا لكن أيضا هناك أصوات عربية أصوات مسلمة ستنخرط في العملية الانتقابية ستسوّت لليمين التقليدي أو لليسار التقليدي وذلك لمحاولة رفع سد منيع أمام إريك زامور لمنعه من الوصول إلى السلطة وهذا تحدي كبير متروح على الجالية العربية والمسلمة أيضا التي تشارك في هذه الانتخابة ابقى معي رجاء تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عبر الهاتف ونقش تهديئ الذاكرة لاستعمار الفرنسي وحرب الجزائر بحسب بيان الإليزي تناول ماكرون آخر المبادرات التي قامت بها باريس للتهدئة كما بيّن استعداده للعمل على القضية مع نظيره الجزائري خصوصا فيما يتعلق بالبحث عن المفقودين وتأهيل المدافن الأوروبية في الجزائر سيد مصطفى هل تعتقد بأنه سيقر بالمذبحة في حق الجزائريين وبالتالي ستكون خطوة من فرنسا متقدمة في هذا الصدد؟ لا يعني صراحة لا أحد هناك حوار سياسي استراتيجي تم إنعاشه بهذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس مانيويل ماكرون وعبد المجيد تبون لكن صراحة لا أحد يعتقد بأن فرنسا ستلبي الحاجة الملحة التي يطالب بها الجزائريين حاليا وهو تقديم الاعتدار التاريخي عن المجازر التي ارتكبت أيام الاستعمار الفرنسي في الجزائر لكن الرئيس مانيويل ماكرون يقوم بعدة خطوات رمزية يمكن أن تعبد الطريق لهذه المصالحة بين الذاكرتين ذاكرة الشعب الفرنسي وذاكرة الشعب الجزائري والرئيس مانيويل ماكرون منذ أن جاء إلى قصر الإليزي يراهن على أن هذه المصالحة ممكنة مع الجزائريين إذا هم أيضا انخرطوا في عملية المصالحة لكن تقديم الاعتدار بالطريقة التي ينتظرها الجزائريون هذا الآن ليس واردا في فرنسا خصوصا أننا نعيش مرحلة انتخابية حاسمة وساخلة وأن هناك شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي سواء اليمين أو اليسار التي لا تعتقد بأن فرنسا ارتكبت جرائم يجب أن تعتدر عليها في هذه المرحلة طيب إلى أي مدى موضوع الطاقة مهم الآن في هذه الانتخابات إيمانويل ماكرون أو الحكومة الفرنسية الآن بقيادته طلبت من أو أمرت شركة كهرباء فرنسا ببيع الكهرباء الرخيصة إلى المنافسين حتى لا تتحرك أو لا تتكرر ربما احتجاجات السترات الصفراب هل هذا الموضوع قد تكون له أولوية في الانتخابات؟ نعم نحن نتحدث هنا عن الطاقة الشرائية القدرة الشرائية للفرنسيين والرئيس مانويل ماكرون عندما لاحظ بأن بسبب ارتفاع ثمن الطاقة يمكن أن يتسبب ذلك في مظاهرات صاخنة وفي احتجاجات صاخبة يعني أعطى تعليماته في هذا الاتجاه لكن مدير شركة المنتجة للكهرباء والطاقة في فرنسا قال بأن هذه الشركة ليست ملكا للرئيس مانويل ماكرون وأنها ستمشي حسب الثمن الأسواق وحسب ما يقوله منطق السوق وليس ما يقوله المنطق السياسي لكن بطريقة أو بأخرى الرئيس مانويل ماكرون يحاول أن يتخذ كل المبادرات وكل الخطوات من أجل تخفيض أو خفض حدة التوتر الاجتماعي لأنه يعي تماما أن انفجارا اجتماعيا في هذه المرحلة التي يعيشها وسابيع فقط قبل الانتخابات الرئاسية لن تكون في صالحها على الإطلاق طيب هل يخشى الفرنسيون من سيناريو الاستقطاب الكبير جدا والحاد الذي تابعناه في الانتخابات الأمريكية مع ازدياد أعمال العنف ضد النواب السياسي؟ نعم العنف ضد الطبقة السياسية هو أصبح الآن من بين ثوابث الحياة السياسية الفرنسية وهذا عنده علاقة أيضا بتدعيات جائحة كورونا بالأزمة الاقتصادية وأن القرارات التي اتخذت لم يتم شرحها بالطريقة المقنعة للرأي العام الفرنسي لذلك بعض الفرنسيين الغاضبين أخذوا يحملون وضعهم المتأزم لكل وزير لكل نائب لكل عمدة مدينة وهناك عنف سياسي بدأت تعيشه فرنسا في هذه الأثناء ولا أحد صراحة يعرف كيف يمكن أن تتطور الأمور لأن ذلك مرتبط بالحلول التي قد يقدمها الرئيس مليون مقرون وحكومته من أجل تنفيذ هذا الغضب الاجتماعي الذي تعيشه شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي جراء جائحة كورونا وجراء ارتفاع الأسعار وجراء الضبابية التي تلف المستقبل لأبنائهم وحتى لفرص عملهم لأن هناك من يشعر بأنه مهدد بالسقوط في البطالة في حال تأزمت الأمور اقتصاديا واجتماعيا شكرا جزيلا لكم باريس الكاتب والبحث السياسي لأستاذ مصطفى الطوصة شكرا لوقتك معنا